وإلى مجموعة من أخبار المالي والأعمال ما زالت تداعيات أزمة كورونا تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن ومنها التجارية ما دفع غرفة تجارة عمان للمطالبة بتشكيل مجلس لإدارة الملف الاقتصادي يشخص الواقع الحقيقي للقطاعات ويخرج بحلول بأسلوب مختلف شكلا ومضمونا الحديث عن هذا المقترح وتوصيات القطاع التجاري لمواجهة التحديات الراهنة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق أهلا بك سيد خليل بالبداية ما الذي دعاكم لأخذ زمام المبادرة عفوا عذرا منك قبل أن نبدأ حوارنا لنستمع إلى آراء تجار حول الحركة التجارية وأعود إلى سؤالي مشاكل مش بس علي على كل التجار يعني الاستيراد البيع يعني أشياء صارت صعبة شوي ونتمنى أن الحكومة أنه تساعدنا بهذا الإشيء بالنسبة للمشاكل إحنا منستورد من بره لمحلنا وهسا ما نهين كل الاستيراد وهي مشكلة بتواجهنا لأنه اللي بضع بلشت تخف طبعا بعد أزمة كورونا الظروب صارت صعبة على جميع القطاعات لكونها أغلقت أكثر من شهرين وبتعرف قطاع الحلويات باعتمد على قطاع المناسبات الأفراح الجاهات وهذا القطاع قطاع كبير يعني بشمل المجتمع المحلي طول ما ما فيه صالات أفراح شغالة ما في جاهات قطاعات كثيرة أصبحت تعاني وإحنا إن شاء الله نتأمل من الحكومة أن يفتح هذه القطاعات إن شان عجلة الحياة تمشي والمناسبات نسبة الإقبال ضعيفة يعني ضعف شغل نسبة حوالي 80% وخف الإقبال على اللحوم ومواد الغذائية إذن أعيد الترحيب بك رئيس غرفة تجارة عمان خليل حاج توفيق أهلا بك استمعنا إلى أراء التجار ويبدو أن هذا هو الحال في جميع محافظات الأردن بالبداية ما الذي دعاكم لأخذ زمام المبادرة للمطالبة بتشكيل مجلس لإدارة الملف الاقتصادي في الأردن هل نتحدث عن تأخر أو تغيب الجهات المعنية أم لأنكم الجهة الأدرة وما الذي قصدتموه بالقول أن هذا المجلس يجب أن يكون مختلف شكلا ومضمونا شكرا أخي لنا يعني لما تفضلت واقع الحال وقربنا من الهيئة العامة التي هي الأكبر في العاصمة في المملكة وفي ظل غياب حلول حكومية ملموسة عرض الواقع عقدة غرجات عمان اجتماعات يومية مع كافة التطاعات وقامت بتشكيص واقع الحال بعد القرارات لأخذات الحكومة بداية الأزمة ولا بصراحة لم نجد أثر ملموس لهذه القرارات على القطاعات لما دفعنا إلى المطالبة بتشكيل مجلس الاقتصادي وطني يختلف عن كل المجال الإستشاري واللجان التي أثبتت أنها مجرد محترام من الشخص الأعضاها لم تكن على قدر التحدي ولم تتخذ أي قرارات وإجراءات تنقذ اقتصادنا اليوم الوضع بعد مرور حوالي ثلاث أشهر على الجائحة أصبح لا يمكن السكوت عنه ونحن نمثل خمسين ألف شركة في المملكة كغروفة عمان نستشعر هذا الخطر القادم وأثار كورونا في الأشهر القادمة في ظل غياب واضح للفريق الاقتصادي عن المشهد لم نشاهد ولا نسمع ولا قرارات ملموسة خطط استراتيجيات تطمينات على الأقل في غياب لهذا الفريق على الأقل بالتواصل مع ممثلين قطاع الخاص اللي أقرب إلى الميدان اليوم لا يمكن لا نمكترف الوقت ولا يمكن أن نجامل بعض وقتنا في أنه مشكلة الموظفين القطاع الخاص معظم اليوم غير قادر على دفع الرواتد في نقص السيولة وهذا واجب الحكومة والبنكي المركزي تجد أليات ووسائل تمويل للقطاع الخاص المتضرر حسب نسبة الضرر سيد خليلي بس عذرا منك لأننا محدودين بالوقت ما قصدكم بأنه يكون مختلف شكلا ومضمونا عن المجالس السابقة تحديدا تجربتنا في تشكيل اللجان الحكومية أحيانا يتم انتقال أشخاص المصربين المسؤول الأشخاص ليسوا رضو أصحاب كفاءة وخبرة وبالتالي تكون مخرجات هذه اللجان المجالس ضعيفة وتنتهي هذه المجالس وإنساها الناس ولا يكون منها أثر مخرجات واضحة أو أثر ملموس لذلك قلنا هذه المرة يجب أن يتم اختيار الأشخاص على شبيل مثال كل قطاع يرشح من يمثله ولا يفرض المسؤول عليه أنا من يمثني وأن يكون هناك يعني أنت تتحدث عن شراكة حقيقية أن يتم إحراب القطاع الخاص نعم كان لكم عدة مطالبات منها نتحدث عن ضغط سيولة منح وجدولة القروض دفع الإيجارات وما إلى ذلك لكن ما يستوقفني هو تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة لموحدة 5 في المئة وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 في المئة بصراحة هذا مطلب كبير ويؤثر على الموازنة ما هي سلبيات وإيجابيات مثل هذا المطلب؟ أشكرك يعني من قال أنه عندما نخصط الرسوم الجمركية إلى 5% بالنسبة ثابتة على كل القطاعات ونخفض ضريبة المبيعات ستتراجع رهب الخزينة لماذا لا تقوم مزارة المالية أخذ لنا؟ عبر شاش رؤية وخاطبهم دراسة أثر هذا التخفيض على الإرادات أنا على يقين أن إرادات الحكومة ستزيد إذا تم تخفيض الجمارك ووضع المبيعات لسبب بسيط جدا التهريب سيتوقف ونحن نعرف أن هناك تهريب كبير وتهرر ضريبة الدخل عندما يكون في تهرر جمركي ستكون هناك إخفال الفواتير وبالتالي في تهرر ضريبي اليوم القوة الشرعية لما زيدها المواطن استهلاك بزيد إذا النمو بزيد نعم نحن نطلب نزالة المالية عندها الأرقام وعندها المستوريات وعندها الانتاج أن تدرس في حال تخفيض الجمارك لماذا لا يوجد جرأة لدى المسؤول على اتخاذ هذا القرار وإذا بعد 6 شهر ثبت أن الإرادات راجعت نهود عن هذا القرار لكن لا يمكن قبوله اقتنى في هذا الظرف أن تبقى الرسوم الجمهورية 30% وضعفة 16% 46% وخمسة خدمات جمهورية 51% لا يعقل في ظل هذا الركود وضعف القدرة الشرعية ونقول نريد نمو ولماذا تراجعت إرادات هذا أعتقد قصر نظر في من يتخذ القرار الاقتصاد نعم سيد خليل بنعم أو لا هل بدأت لمستم تجاوب مبدئي مع هذا المقترح؟ حتى من بداية الأزمة لا يوجد أي تجاوب رسمي عن نعم رئيس غرف التجارة عمان عزرا منك نعم رئيس غرف التجارة عمان خليل حاش توفيق شكرا جزيلا لك بدأت مؤشرات التجارة في المناطق الحرة والتنموية بتحقيق مؤشرات إيجابية منذ شهر أيار مع تخفيف إجراءات الحظر بحسب تصريحات لإدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية فقد حققت حركة البضائع والمركبات الواردة والصادرة من وإلى المناطق الحرة نموا منذ بداية الشهر الحالي بلغت وفقا لرئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف لهميسات 125% وأرجع لهميسات في بيان صحفي تعافي نشاط المناطق الحرة والتنموية إلى تخفيف إجراءات الحظر على الرغم من التحديات التي واجهت المناطق الحرة والتنموية خلال الأزمة نتيجة إغلاق أسواق الدول المجاورة لفترات طويلة بالإضافة إلى انخفاض إيرادات تجارة للترانزيت ومعدل إدخال المركبات إلى العراق بنسبة 42% توقع البنك الدولي كماشا اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 24% العام الجاري بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط فقد تحدث البنك الدولي عن توقعات بحدوث كماشا لاقتصاد البلدان المصدرة للنفط بنسبة 5% وذلك لأن أسعار النفط المتدنية ستؤدي إلى تراجع النشاط وتخفيض النمو بشكل حاد أما البلدان المستوردة للنفط فيتوقع حدوث كماشا فيها بنسبة 18% العام الحالي مع تراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات أما بالنسبة للأردن فتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 3.5% العام الحالي وأن يبدأ بالتعافي العام المقبل بحيث يحقق معدل نمو بنسبة 2% وعلى مستوى دول العالم توقع البنك الدولي حدوث كماشا اقتصادي نسبته 5.2% من إجمالي ناتج المحلي العالمي هذا العام المخاوف من موجة ثانية لانتشار وباء كورونا أو استمراره لفترة غير محددة وانعكاسها على مستوى الطلب على النفط دفعت أسعار النفط إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر نيسان الماضي وقد سجل الخامان القياسيان برينت والأمريكيين خفاضا أسبوعيا بنحو 8% لكليهما وهو الأول بعد 6 أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المتدنية التي بلغتها في نيسان الماضي وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي على الرغم من خفض منتجين أمريكيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الإمدادات بما يمثل 10% من حجم الطلب قبل الجائحة